يا جماعة هذا الرجل يعني بأي شيء يتكلم يعني لا يفهم تكلم في الدين لا يفهم في القرآن لا يفهم الآن انتقل لإرساد اللغة العربية شوف يعطيكم درس طبعا هذا نشره قبل قليل يقول في مقدمة كلامه أنه يريد أن يساعد الطلاب في فهم اللغة العربية وقواعدها ويريد أن ينفق هكذا يعني عبر بطريقته أنه يريد أن ينفق مما رزقه الله من علم في اللغة العربية فيشرح لكم المنصوب بنزع الخافض إيش عن المنصوب بنزع الخافض؟ أنا أقول لكم الخافض هو حرف الجر إذا حذفناه حرف الجر الكلمة التي تأتي بعده تكون مجرورة عليها كسر في الغالب فإذا حذفنا حرف الجر ستصبح الكلمة التي بعده منصوبة عليها فتحة في الغالب فشوف الآن هو بعد أن ذكر ذلك ذكر هذه القاعدة وهي صحيحة ليعطيك مثالا لتفهم فأتى بالجملة هذه سافرت في الليل إذا نزعنا الخافض الذي هو حرف الجر يقول تصبح سافرت ليلا يعني هذا اختراع جديد في اللغة العربية لا يعرفه العرب لأن ليلا ليست منصوبة بنزع الخافض ليلا ظرف ليلا ظرف ظرف زمان لا تعرف على أنها منصوب بنزع الخافض إذا أردنا أن ننزع الخافض من هذه الجملة ستصبح سافرت الليلة وليس الليلة يعني بالتاء المربوطة أو الهاء تصبح هكذا سافرت الليلة مع فتحة هكذا تصبح وليس مثل قال سافرت ليلا هذه الظرف يا علي طلع يعلم الناس حسبنا الله ونعم الوكيل